موسيقى 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 اهلا بكم حبابي عوين في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الماثل النهاردة ان شاء الله بنكمل شابتر 2 10-14 1000 ايه ده احنا اخدنا 1000 semester لأ احنا كنا اخدنا part 1 بس في 1000 وكلمنا عن شوية حاجات في 1000 بس في بعض منكم ما شافش الفيديو بتاع 1000 لو انت مشوفتش الفيديو ده قبل ما تكمل الفيديو معنا النهاردة ارجع شوف الفيديو part 1 الاول تقدر تشوفه من خلال الاي الانتظار على الشاشة دلوقتي من فوق اوكي؟ لو انت كامل الفيديو يلا بينا نكمل مع بعض الفيديو part 2 في 1000 يلا بينا النهاردة هناخد ايه؟ النهاردة هناخد الماني ways to write 1000 احنا عندنا ways كتيرة عشان اقدر اعمل writing number in 1000 طيب الفرست way عندي بقول عليها expanded form يعني ايه مستر expanded form اللي كانت تعالي نشوف اخزامل بسيط زي الفوتو اللي قدامك تي الفوتو اللي قدامك تيت فيها rubber band rubber band الهو الاستق بتاعك بتعملو بتشدتو من هنا وبتشدتو من هنا او ولا لنا دل اغاملو l-expanded form البلد 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 يبدو بمقابلها البلد 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 في سبيل نمبر الوامل حيث تحدثوينها الوامل او لإمكان ان يتحدث ويكون أحادث مصلات طويله لأيه أني يجب الوامل نعم فقط إعراضها فارج او لد من مواقفه الـ 8 هنا الـ value بتاعتها هي 1s يبقى نعمل 8 Plus الـ place value بتاعت الـ 6 هي 10s يبقى نعمل 60 Plus الـ 4 هي 100 يبقى نعمل 400 Plus الـ 2 هي 1000 so I will put 2000 اللي أنا عملت له شباب هو اسمه الـ expanded form يبقى الـ expanded form يبقى الـ expanded form يبقى الـ expanded form shows the value of the digit of each digit in the number okay ذلك كان أول حاجة الـ expanded form تاني حاجة أو تاني form محتاجين نعرفها هي الـ word form يعني word form يعني in letters in words عشان أقدر أعمل in words must be don't forget to use comma between parts يعني ايه؟ يعني هنا عندي اكزامل له 2, 4, 8, 7 أنا بعمل comma after 3 digits لما أعمل count ببدأ من الـ right side يعني أقول 1, 2, 3 وهعمل هنا comma عشان second part ده هو هيكون 1000 ولما أعمل بقى الـ word form هقول كده 2, 2000 كما 4, 187 ok ذلك هو الـ word form يبقى الـ expanded form مي الـ word form في حاندي form مثاليا الليه الستاندرد فور الستاندرد فور الليه انا اجب لك النمبرز اين تجنس زي دا كده دا كده هو الستاندرد فور فلو انا معايا نمبر زي نمبر دا كده هنا 1 2 7 6 5 3 عاوز اعمل اعمل ايه ال 3 is 1 ال 5 is a 10 ال 6 is a 100 ال 7 is a 1000 ال 2 10 000 ال 100 000 فلانا عاوز دورة اعمل expand form هعمل شوز لل value قده تجد يعني هقول ال 1 دي هي 100 000 يبقى اعمل 100 000 ال 2 is 10 000 يبقى اعمل 20 000 ال 7 is a 1000 so i will put 7 000 ال 600 يبقى اعمل 600 ال 5 10s يبقى اعمل 50 ال 3 1s ايو رأي 3 هو ده الExpanded Form طيب الWord Form طيب كده نعمل Reading Number احنا حضنا الكما after 3 digits فبقيت الSecond باريو دي او الSecond باردة ده هو الThousand فأنا هنا هامل Cover لل 6 و 5 و 3 وهامل Reading للثري دجت سلوه هلا ايه هنا بقول ايه One hundred twenty seven وبعد كده اقول النام بتاع الباريو دي العندي او البرد ده يبقى one hundred twenty seven thousand وعمل كما 653 يبقى ده الورد فورم بتاعتي هي one hundred twenty seven thousand كما six hundred and fifty three ممكن اقول الان ممكن ما تقولش الان خالص اوكي طيب دعلا نشوف اكزامبل تاني ايه ده الستاندرد فورم بتاعتي three one four one three zero طيب احاوز اعمل الExpanded Form يبقى اول حاجة محتاج اعملها ان انا اشوف place value ده الage digit يبقى once tens hundred thousand ten thousand hundred thousand طيب الExpanded Form يبقى اول three four hundred thousand يبقى اول three hundred thousand three hundred thousand والثالد تار حاجة تل three zero طيب الone فل ten thousand يبقى اول ten thousand الفورين thousand يبقى اول four thousand الone in hundred يبقى اول one hundred three is tens يبقى 30 طيب ال zero once يبقى ممكن نعمل forgot the zero و don't write zero طيب الورد فورم احنا عملنا الكومة after three digit the second period is thousand يبقى نبدأ نعم reading from left side يبقى three hundred fourteen و اول ال name بتاعة البرد اللي هي thousand وبعد كده هكمل one hundred and thirty يبقى three hundred fourteen thousand one hundred and thirty طيب تعالا نشوف next example اجل standard form 30 five zero zero two five two طيب عالدي نعمل ال ال expand four يبقى محتاجين نقري ايه ايوه ال place value يبقى ايش دجن ال two is ones five is a tens two is hundred zero is thousand zero is ten thousand and five is hundred thousand يبقى ال expanded form ال five is hundred thousand so i'll write five hundred thousand الزير الـ 0 الـ 2 الـ 100 الـ 5 الـ 10 الـ 2 الـ 1 عشان بس الـ Point قبل ما نكمل الـ Word Form بتاعت الـ Expanded Form في ناس كتيرة بتتلغبط ومش عارفة تعمل الـ Expanded Form من غير دلوقتي ممكن ما نعملش الـ Place Value Faults ما نعمل ايه؟ نعمل الـ Digit Digit يعني الـ 5 عمله Drop و الـ All Digit اللي بـ 4 & 5 يعني الان عندي 0 0 نعمل 0 0 الـ 2 الـ 5 0 الـ 2 0 الـ 0 الـ 2 و بعدين الـ All Digit اللي بـ 4 & 2 الـ 2 0 يعني الـ 5 2 0 الـ 2 0 و بعدين الـ 5 و بعدين الـ 5 لدينا 1 Digit لذلك سأضع 0 و بعدين الـ 2 و بعدين الـ 2 0 لذلك سأضع 0 ايه؟ ده كده الـ Expanded Form من غير منشوف الـ Place Value خالص تمام؟ طيب الـ Word 4 اتفاقنا نعمل كما After 3 Digit يبقى هنا الـ Second Parity 1000 هنعمل Reading From Left Side يبقى هنا عندي 500,000 252 اوكي؟ طيب دعنا كده نشوف الـ Example تاني للي write the number 5,000 7,000 7,000 6,000 6,000 4,000 اتفاق صعب او مستر نعمل دين اللي ولا صعب ولا حاجة أجل 1 10 100 1000 4 is 1 so I write 4 in 1 6 is 10 so I write 6 in 10 7 in 100 so I write 7 in 100 5 in 1000 so I write 5 in 1000 بس كده مستر او بس كده مستر تمام دعنا نشوف Example تاني ايدي يا مستر هنا بيقول 12 100 15 10 6 1 محتاك بعتركز معاك كويس جدا يلا هنعمل 1 10 100 1000 6 in 1 so I write 6 under 0 10 15 مينفعش خالص ان انا اعمل 15 كده ان احط ال 15 كلها under T كما هنعمل ايه ال 5 تكون under L T يعني انا هعمل هنا ال 5 خلي ال 5 بتاعتي بس اعمل ريس ده كده بس اتباعات خاول دمكو ايه يا مستر ال 5 هنعمل 5 under L T و ال 1 يبقى under ال 100 اوكي ال 1 under ايه ال 100 طيب جيت هنا بقولك ايه 12 hundreds يبقى المفروض ال 2 under مين ايوه under ال 2 under 1 تبقوا ال 1 يبقى under 1000 بس في هنا ال 100 under ال 100 في 1 نعملون بلاس يعني هيبقى هنا معايا 3 و ال 1 هتبقى في 1000 يبقى number بتاعي هيكون بالشكل ده كده دلوقتي 1356 اوكي تمام write the number in digits ايه ده يعني هو هيجب لي word form وانا عاوزها اعملها بال digits وممكن يقولي standard form يبقى كاللي بالي لاني كلمة standard form يعني in digits اوكي طيب عشان نعمل ال digits او نعمل standard form انا محتاج steps ايه ال steps بتاعتي دي كلا؟ يالله بين put the houses ايه ال houses دي؟ هنعرف حالة next step read before 1000 next step read before 100 next step circle and لا انا مفهمتش ايه حاجة نستي طيب اول حاجة put houses ال houses هنا اللي هي once tens hundred thousand ten thousand hundred thousand تمام ماشي تماما؟ بل كده read before 1000 ادي 1000 سمسطر ادي 1000 before 1000 في 500 يبقى ال five in hundred thousand طيب في حاجة تانية before 1000 لا يبقى نعمل هنا zero zero طيب طيب بل كده read before 100 فين ال hundred ادي ال hundred يا مستر اوكي يبقى ال hundred في seven يبقى seven in hundred بل كده circle and ادي هعمل في circle around and 82 يبقى هعمل هنا في 80 في 10s وي ال two في ال once لا مستردو صعبة اوكي تممكن اكزامل كمان؟ شور تعال كده بشكل اكزامل تانية two hundred seventy eight thousand six hundred and twenty eight اول حاجة قولنا نعمل ايه؟ انا فقرق تاني بل بستبس put houses read before 1000 read before 100 circle and يبقى put houses اللي نعمل once tens انت ники بتاعت ال thousand ب Значит لكن اريد بفور 100 ويجب ان اريد بفور 100 بفور 100 في 6 بفور 600 سيركل اند سيركل ارون اند 28 بفور 200 و 8 كمان تعال نشوف اكزامل كمان 600 30000 5 الستب سبتاتي ايوه هما بعد put the houses next step read before 1000 next step read before 100 next step our last step circle and كمان جدا كده عرفنا الستب سبتاتنا خفظناه put the houses ادي 100000 read before 1000 ادي before 1000 we have 603 6 in 100 1000 with 3 in 1000 with 0 in 10,000 طب بفور 100 100 0 طيب circle 5 5 طب ساء 10 0 هم احنا كلنا من حبه من primary 1 put less than or more than or equal طيب عشان نعمل compare عندي 2 steps اشان اول step ان احنا نعمل count digits in 2 sides نعمل A count يبنى هنا تعمل كونت 1 2 3 4 يبنى هنا عندي 4 دجلس ناكست ستب ستبعه 1 2 3 4 دجلس يبنى اعمل ايكولا مستقلش دي كنل اتبعي ناكست ستبعه تعمل ايه اوكي الزيقم اتبعي compare from left side from a left side يعني هنا 8 هنا 9 يبقى 9 greater than 8 بس كمين تعال نشوف ايزاملتين الفرست step count 1 2 3 4 يبقى هنا 4 1 2 3 4 4 نبدأ نعمل compare from left side 7 7 equal لا ما تستعقلش نخلص كل ديجة تستعقل 8 7 8 more than 7 يعمل كمل و هنعمل 8 more than 7 ok then next one we have 6 digits in left side and 6 digits also in right side the second step سنعمل compare from left side 1 1 2 2 7 7 6 6 5 5 2 3 3 greater than 2 طيب تعالا نعمل arrange the following number in ascending order with descending order فقلين كده descending وascending أيها التطور الascending from smallest to greatest number but descending means from greatest to smallest طيب أول حاجة مسترق النumbers دي أنا أعوز أعملاء arrange فمحتاج لنا أول استرقل نسبالي لنا أعمل count the digits يبقى الفرست step لنا أعمل count the digits الالسكند step هنعمل compare from left side also إذا نزيل comparing less than or more than or equal يبقى نبدأ نعمل count هنا we have one two three four we have four digits next one also four next one five next one six next one six next six تمام بعد كده إحنا عوزين نعمل in ascending order يبقى أنا محتاج from smallest to biggest يبقى فاني السمالست الفور والفور طيب بدنا نعمل compare nine eight يبقى which one is the first eight next one next one كده أعمل ال two numbers دول بعمل slash كده one five five six 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 two two one one five zero which one is the smallest the first five zero zero okay if anyone wants the правильно and last one is the last one look at the four white which one is the second Lost الثاني هو 9038 و الثاني هو 8903 بكذا احنا خلصنا كل الثالث عرفنا الماني ويسرى الثالث سواء الاكسباند فورم او الستاندرد فورم او الورد فورم كمان عرفنا زيب بنعمل رايتين نمبرز في الاكسباند فورم و كمان عرفنا زيب بنعمل compare the numbers و زيب بنعمل arrange in ascending order and descending order ان شاء الله هتلاقي فيه شيد بانجد في اول كمانت تقدر تحمله وتحله ما تنساش لو عجبك الفيديو اشتراك في القناة واللايك الكميل والشير اللزيز اشوفكم في حلقة جديدة good boy and good luck اشتركوا في القناة